ماذا كنت تعمل يا جدي في شبابك؟ قبل أن نسكن المخيم كنت أعمل مصورا في يافا أصور الناس على شاطئ البحر وفي السوارع وفي بيارات البرتقال انظر يا سامي كل هذه البيارات وهذه الحقول والشاطئ الجميل والمئذنة البيضاء كانت لنا ذات يوم وسوف نعود إليها مهما طال الزمن هذا مفتاح بيتنا في يافا اختفذ به حتى نعود فإن وافت للمانية قبل ذلك اختفذ بالمفتاح حتى نعود وعمل على تحقيق حلمي بالعودة وبلغ تحياتي للبرتقالة التي أمام بيتنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر